بسم الله الرحمن الرحيم بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ومن كلام مولانا بي عبد الله الحسين عليه السلام ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محق هذه الفقرة من كلام الإمام الحسين سلام الله عليه ضمن ما بين به أسباب حركته المباركة في توعية هذه الأمة أن هناك حق يتجاوز عليه وأطلق هذا الحق ألا ترون إلى الحق لا يعمل به هذا المفهوم ما من شك أن كل واحد يدعي أن الحق معه ويوظف هذا المعنى في تثبيت أن كل ما يفعله هو صحيح ويعبر عن الحق ولذلك كل حزب بما لديهم ويدعي ولولا أنه يرى نفسه على حق إذن لنتقل مما يعتقد إلى المعتقد الآخر وهو أمر صعب ليس بالأمر الهين في بعض الأحيان مع وضوح الصورة لكن صعب أن الإنسان يشب على شيء ويعتقد شيئا بعد فترة معينة يتبين هناك خطأ في مثل هذا المعتقد حتى على إطار الفكر الواحد يعني ليس الفكر المخالف يعني يحكم هذا الحال أنه إنا وجدنا آباءنا على أمة وأن على أثارهم ماشي مهتدون مقتدون فمن هنا كان دأب من يتولى هذا الأمر أن يثبت أن ما يجري على أرض الواقع هو عين الحق الذي هو يتولى توجيه المجتمع ضمن هذا الأمر ولذلك نحن في تاريخنا نجد أن هذه الكارثة التي حدثت وهي كارثة منع التدوين يعني تدوين سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله فسحت مجالا في هذا الباب في توجيه المجتمع من خلال روايات وضعت على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وآله بحيث أصبح التعبد بها لا شيء من ضمن العقيدة والذي يخالف التعبد بهذه الروايات يعني أنه الخروج عن الدين كله ومن هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلام له وكل كلامهم رائع يبين أساس المطلب أين يكون يقول إنما بدء وقوع الفتن أحكام تبتدع على غير كتاب الله أحكام تبتدع وأهواء تتبع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا ليس على كتاب الله على هذه الأحكام المبتدعة وعلى هذه الأهواء المتبعة رجال يتولون رجال ليس على أساس الضابط الشرعي ثم يبين أمير المؤمنين هالحال ليس يصير أن المجتمع المفروض أن يعرف أن هذا خطأ وأن هذه فتنة وأن هذا باطل فلماذا يتبع هذا الذي يملى عليه يبين أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فلو أن الباطل خلص عن الحق يعني لو كان باطلا محظا انقطعت ألسنة المعاندين بعد ما حد يقدر يقول أنه أنا على الحق وهو يعلم أن هذا باطل واضح لو خلص الباطل عن الحق ولو أن الحق خلص عن الباطل لم يخف على ذي حجة في مكان الإنسان بعد مورد للشك ما عنده الإنسان عاقل ليشوف هذا حق وما كويه أي باطل إذن المعاند لابد أن يدعن وأصحاب العقول لابد أن يدعنوا لكن المشكلة وين؟ يقول ولكن يؤخذ من هذا ضغف من الحق ويؤخذ من هذا ضغف شويهم باطل فيمزجان من يمزجان هنا نتقع المشكلة فيمزجان فهناك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الفسنة فالمشكلة وين؟ أن يخلط شيء من الباطل وشيء من الحق يخلطه والأخطر أن يلبسه بلباس الشر ولباس الدين عند ذاك هذه الأمة فعلا لا تعرف في أي طريق تسير خاصة إذا كان من شخصية تعرف كيف توظف الدين وتوظف يعني الحس الديني عند المجتمع بالوجه اللي هم يردوها وكان معاوية في هذا الباب سباقا واقعا عنده قدرة على تسخير المفاهيم الدينية في الوجه اللي تخدم بها حاله كحاكم كخليفة وبعد خليفة مو إسلامي يقوم يعتقد بهذا بهذا الأمر وجدهم قالها إلى رسول الله عفوا أبو قال للعباس لما صار يوم فتح مكة يقول للعباس قال أصبح ملك ابن أخيك عظيم ما معكو أنه نبي وهذولا مسلمين آمنوا قال لم ملك ابن أخوك يعني يقصد الرسول الكريم صاره واي عظيم هذه النظرة الموجودة وهو يكررها في زمن عثمان حينما قال تلقفوها يا بني أمي فوالذي يحلف به أبو أبو سفيان ما أدري ما جنة ولا نار قضية هذا ملك إحنا هيئنا الأمر بحيث صبيان يتناقلوا واحد بعد الآخر وهذا الذي حدث فسا واحد يقول تأريخ نحن تأريخ من نريد نعيشه لكن مشكلة التأريخ الذي عاش المسلمون إلى يومك هذا يدفعون ثمنه كل الذي يجري نتيجة ذلك التأريخ وإحنا لما نذكر التأريخ نحاول أن نأخذ عبرة لا نقع في نفس المطب رغم ذلك نعرف الأوضاع تماما والتأريخ تماما ونكرر نفس الأخطاء هاي مثل الشعب بالضبط هذا الشعب إذا أبو قال لي لس سوي هالقضية أنا ترى ما رب هالتجربة هاي نتيجتها موزينة لا تكررها لا هذا يقول هذا أبو تفكيره طريقة قديمة أنا عايش في زمن أبو ما دعو يدرك احنا أوضاعنا المستجد ما هي يصر على أن يعيش التجربة نفسها ويكرر نفس الأخطاء من يكبر يقول هسا خب أبو نصح نانشوك وسويت هالقضية هاي يصر على أن يكرر الخطأ مجتمعات لهالشكل مع الأسف الشديد ترى أن التأريخ مليء بهذه الأخطاء إلى الآن تكرر نفس الأخطاء ولذلك مجال أنه يستفيد الإنسان من خطأ من أجل أن يتقدم تعتمد عالية هو أوروبا طحنتهم حربين الأولى والثانية قعدة وقال أبو إلى متاح نحن بالنتيجة واحد يطحن الثاني خلين نشوف أننا حل نذن نذب على الجماعة ونحن نهيئ ما يستقر به أمرنا استفعدهم من الوضعية وحسب الأصول خلونا بالطلاب وهم ما رتبوا أمرهم ماكو بهالأمة شوية حكماء يقعدون يا بو نحن خلن نسوي نسوي نفس الشيء لا سووا ما شاء الله تعاون قدرت على اليمن على كل حال هذا اللي قدروا أن يسووا إذن الإمام سلام الله عليه يقول هذا مزج هذا الحق بهذا الباطل هنا نستولى الشيطان والشيطان يتمثل بهذا الحاكم فمن هنا يوجه هذه الأمة بالوجهة التي يريدها خاصة أن هذا السلاح الديني موجود سلاح الدين موجود وهو يعرف أنه يستغله ليس بما يأمر به الله عز وجل ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا وأنكم لتصومون وتصلون إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم أنا هذا هدفي ووصلت له بعد سأنتوا بعد براحتكم بعض الأحيان هؤلاء يوصلون الأمة إلى درجة تعتقد أن من يخرج حتى وإن كان ابن نبي هذا يستحق أن يقتل وهذا الذي حدث مع الحسين سلام الله هذول اللي يروجون لهذا الفكر وكانوا في بلاط هذا الخليفة ويشرعون له هاي القضية ما مختصة بشخص ولا مختصة بطائفة دون طائفة ولا مختصة بفترة زمنية هاي قضية حاكمة إذا المجتمع رضيها يعيش بنفس المشكلة وإلا الأصل يعني إحنا بناخذ نموذج فرعون هذا الذي يقول ما أريكم إلا ما أرى وينحصر الحق بس عندي تار أي شيء غير طريقي فهو باطل ما أريكم إلا ما أرى وهذا اللي أشوفه أنا ترى ما أهديكم إلا طريق واحد وهو وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فقط الرشاد والهدى في الطريق اللي أنا أختار من هنا أحنا في قضية فرعون مع السحرة هذه حقيقة بها يعني التفاة رائعة أن الإنسان خليشوف شنو اللي يجري هذولا كانوا موظفين عد فرعون جابوا وقتل موسى عليه السلام القلعصة وصارت ثعبان قالوا أن هذا لساحر علي خليه هنا روح جزء على السحرة جيبه وخلي يبطلون الدعاء هذا أنه نبي في البد هؤلاء ما كانوا مؤمنين أكو عقد تجاري بينهم وبين فرعا قالوا أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين مو فقط أنطيكم أجركم لا أقربكم أيضا إذن ما أكو مشكلة ولا أكو إيمان بالموضوع عقد أكو بيناتهم سبس مو عقد وهمي عقد واقعي إحنا أن أجرنا يعني بل إذا نفذت هذا الأمر أبطلت سحر هذا أقربكم إلي تواجهوا وكان الذي كان ألقوا حبالهم عصيهم يخيل إليه أنه من سهر من سهر أنها تسعى قلنا لا تخف أنك أنت الأعلى موسى عليه السلام ألقى العصى وتلقفت ما ألقاه هؤلاء السحر موقف فرعون رأسا تبدل هسه كان عند عقد وياه شيء قال أولا قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ما كنت شيء إحنا جاي بيكم مش بطلون السحر متآمنون لأنه لما رأوا رأسا آمنوا هؤلاء هاي وحدة ثانيا رأسا تحولوا من أداة من الحاكم رماهم بأنهم أصلا أكوا اتفاق سري ويا من ويا موسى قال إنه لكبيركم الذي رأسا صارت القضية الآن هو متفق وياهم ضده لكن لما انقلبت وآمنوا رأسا قال أنتم أصلا أكوا اتفاق ضمن بيناتكم أنه يصير هاللعبة من أجل أن الأمة عقيدتها تضعضع إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وأنا ما سامح لكم أنه تؤمنوا لازم تأخذون إذن مني من أجل أن تؤمنوا بعقيدة غير اللي أنا موجهكم عليها أنا عقيدة صحيحة فهي أكو مشكلة في هذا الباب وهذا كله ما هو إلا مكر ما كرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها إذن من تحول من إنسان ضمن الخط إلى إنسان مؤمن كل هالأمور تبدلت نفس الصورة في زمن الخلفاء هي هي اليوم ويا بس باشر إذا رأى أنه لا يمثل الحق إذن خرج عليه رأسا يصبح كافر ويصبح خارج من الملة هذا النمط من التفكير يوجد عند الإنسان تفكير صنمي حتى وإن لم يكن يعبد صنم ظاهرا لكن في واقع الحال يعبد شخصا صنم وهذا إلى اليوم نحن نعاني المسألة فتت هذه الأمة أن كل جماعة ما اعتقد بشخص اعتقد به لكن لا تلغي الآخر هذا أنت عندك زين خلص أنا عندي هذا زين لكن أنت تعال شوف اليوم هذا وضعنا واقعا في بلدنا دمرنا هذا الحالة الصنمية اللي يعيش هذا المجتمع جماعة فلان فنك تحكي عليه وجماعة فلان فنك تحكي عليه ويضفي عليه لذلك أكو تقاتل الآن إعلامي كل واحد يريد يثبت أن احنا على حق وأنت على باطل وبالنتيجة كلهم رح يخوضون بالباطل وكلهم فلسوا من كل شيء ما ضل شيء هاي كم يوم وتخلص ونرجع إلى ما كنا علي ذاك الوقت واحد يلوم الثاني يقول له من وراك ما يقول كنا اشتركنا فيه هذه المصيبة اللي رح نوصل للمجتمع إلها نتيجة شنو هذا التفكير الصنمي أخطاء أفرضوا فلان من الناس يعني أخطاء مثل عين الشمس ما تحتاج إلى تبرير فالتفاني في التبرير وأنه هذا ما ممكن يبدو منه يا با هو دا يقول أنا ما أصلح ومصر على البقاء رغم ذلك لا هذا لازم أن يكون هو الشخص الأمثل هذا هم يقول الشخص الأمثل هذا هم يقول الشخص الأمثل وين توصل للأمة خلي بيناتها شوية شوية إلا تصل إلى مرحلة هي تأكل نفسها بنفسها وخلي العدو مرتاح من هذه القضية تماما لذلك يوجه المجتمع إلى هذا النمط من التفكير بحيث كل واحد يخرج عن هذا الإطار لا يمكن أن يكون على الطريق الصحيح لذلك الإمام لما يقول ألا ترون إلى الحق لا يعمل به أي حق هذا هذا الحق الواقع أم هناك حق آخر يدعو إليه الإمام الحسين سلام الله ما من شك أنه حق مختلف عن هذا الذي يعيشه المجتمع المجتمع يعيش حالة باطل شبه له لهذا المجتمع أنه يعيش حالة حق وأنها تمثل الإسلام من هنا يتقبل كل شيء يلقى إليه يعني يجي الأمر أول مرة انظروا من كان من شيعة أبي تراب إذا قامت عليه البينة اهدموا داره وإقطعوا عطاه إذا قامت عليه البينة خب هذا يفسح مجال أنه واحد يدبر في القضية يثبت على هذا أنه يا باترى هذا من شيعة أبي تراب النتيجة أنه ينتهي وضع الاقتصادي ينتهي هم راتب ما عنده وهم بيت ما عنده وشون يستقر مثل هذا ضغوط مطبيع يكون عليه من أجل أنه ينحرف أو لا ينحرف حسب عقيقة ثم تطور ما اكتفى بهذا يسن قانون يخالف الشرع ويتقبل خذوهم على الظنة والتهمة ما يريد بينا بعد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يقول ادفعوا الحدود بالشبهات حد إذا يوشك أن يثبت على أحد وكان هناك شبهة تدفع هذا الحد يقول تمسكوا بالشبهة من أجل دفع الحد نحن مجاين الأصل أنه نقيم حدود نحن نريد أن نبني إنسانا يقول ادفعوا الحدود بالشبهات هذا يقول لا إذا صار عدكم شك أنه هذا من شيعة أبي ترى اهدموا داره واقطعوا عطعه زين قضية مخالفة للشرع أكو واحد يخالف بيها أبدا هذا بعد قال الخريفة والخريفة لا يمكن أن يخالف بشيء أبدا اليوم خد نسمع نحن بعد بالنتيجة هذا النفس إلى الآن موجود يقول وإن شرب الخمر في الحج مهجوز لك أن تخرج عليه لأنه هذا ولي الأمور هذا النمط العجيب من التفكير وليد ذلك اليوم لذلك يقول على الظن كاف شبه إذا توصل لها المرحلة إذن من يستلحق زياد المسألة يصبح على السهلة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر أكو قضية سياسية استوجبت أن يستلحق زياد زياد المسلمين كلهم يعيبون عليه هذه القضية بس يقولون خالف الشرع بها لا يعبال فالشيء يعني موزيا بس سوا وله أجر بذلك وتمام خالف بس مأجور الناس تتقبل أو ما تتقبل طبعا تتقبل لأنه الخليفة هو اللي قال يمر موكب زياد على أبي العريان أبو العريان كان أعمى فمر سمع في الجلبة قال شكوه قالوا موكب الوالي أو الأمير زياد ابن أبي سفيان هذا تعجب قال أنا أعرف ولد أبي سفيان ما عهدت له ولدا يدعى زيادة ما عرف أكي شيء وصلوا للخبر الزياد هذا ما بالليل هم دازل لفت ميتين دينار قالوا له هاي من طرف الأمير ثاني يوم مر الموكب وصل يما التفت لزياد قال كيف أنت يا أبو العريان بيتش قالوا له بيتش قال ذكرني صوته صوت أبي سفيان ميتين دينار المجتمع يتقبل لي لأن الخليفة استلحقه والخليفة لا يمكن أن يعارض وهذا الذي جرى إلى يومك هذا الإمام الحسين سلام الله عليه يقول هذا لا يمكن أن يكون حقه إحنا عدنا حق تمثل بالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وتمثل بي علي بن أبي طالب إحنا هذا ريد نحييه ولذلك لما يخرج ويقول أني ما خرجت أشرا ولا بطرا أريد أسير بسيرة بسيرة من أريد أن أسير بسيرة جدي وأبي رأسا ينتقل من رسول الله إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه يختز الخمسة وعشرين سنة من التأريخ يقول أنا ما أريد أسير بهاي أنا أريد أسير بسيرة رسول الله وسيرة أبي لأنها متحدة تعبر عن الحق لأن الرسول الكريم يقول علي مع الحق والحق مع علي يا عمار إن سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك مع علي فإنه لا يدلك إلا على الهدى ناس كلها مو ألف وألفين ناس كلها إذا سارت بطريق وانعزل علي بطريق يقول عيف هذولك هذا الطريق الخب صعيف امشي ويا علي بن أبي طالب الإمام يقول إحنا هذا للريد شنو ميزة نهج علي سلام الله عليه ميزة نهج علي يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله هاي معصية يعتبرها بيش في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت قشر مال شعير بحليق نملة يقول هذا إذا آخذه هاي السماوات والأرض أعطيها لقاليم السبعة كلها ما تعدل هاي المعصية بينما يجي مثل هشام بن عبد الملك هذا كان يسموه أنه حليف القرآن هو أعطي أن يقرأ قرآن ما شاء الله هو يحفظ القرآن ولذلك الرواية تقول رب قارئ للقرآن يعني يقرأ ولكن يوجه بغير الوجه التي يريدها القرآن خب قالوا له صرت خليفة أكيد طبق القرآن قال هذا فرق بيني خلصنا بعشون صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى خلصنا بعد هذا كان يظهر نسك وزهود تحول بعد ما يحتاج هذا التظاهر قام يشرب الخمور وقام يظهر ما في داخله فديوم أم عاتبته قلت له شرفت الطلاب بعد العبادة والنسك شربت خمور هاي ما متوقع منك يقولها وشربت الدم ثم يبين يقولها أنا كنت قبل إذا أريد أكتلي نملة ويتورع هاي مهلا الناس يشوفوه مواقع قالها الآن أنا أقتل الإنسان لا يرمش لي جفن وين وصل هذا الإنسان كسلطة والسلطة تحتاج حزم والحزم حتى وإن كان ظالما أكو أمة تتقبل وتبرر إلى يومك هذا الحجاج الثقفي من الشخصيات المهمة في التاريخ الإسلامي ليش يا بله هذا فتح الفتوح وبنى المساجد وأي المساجد اللي يذكر فيها اسم الله إلى يوم القيامة ثوابه موجود لل حج سال متدين صدام هم متدين بنى مسجد بريطانيا 300,000 كلاف حي وقت الحصار المصيبة زين فد مسجد شبير بنى و بنى مساجد هذا يذكر هل عريف بعدي يقول صحيح عند فسيئ دخل على الكويت بس عند حسانات عظيمة شنو يقول وقف أمام المجوسة ثمان سنوات بعدين تاب بن مساجد وقام يطبع قرآن خلصة المسألة راحت ولكن مو مشكلة خلصة المسألة يبرر له مثل هذا الفعل الأمة تتقبل أن هذا فعلا شوفوا نحن الإنسان يمر بمرحلة ينتقد فعلا لكن قد يمر بظرف آخر يكرر هذا الفعل هذا شأن المعارضة والحاكم دائما هالقضية موجودة يزيد عليه لعائن الله ثلاثة سنين حكم كل سنة هم سوى جريمة وحدة منهن رمى الكعبة بالمنجنيق هاي وحدة من القضايا مروان ابن الحكم غضب قال لهذا حرم آمن كيف يمكن أن تتجرأ وترمي الكعبة قبلك ماك واحد مسويها نقم على يزيد فعل أنه يرمي الكعبة بالمنجنيق صار مروان هو الخليفة عبد الله بن الزبير وين احتمه هم بالمسجد الحرام رمى الكعبة بالمنجنيق قال له له يا به مو أنت نقمد قال شا سوي توحيد الأمة لازم نسوي وتوحيد الأمة لا يتم إلا عن القضاء على ابن الزبير ابن الزبير هم بالكعبة خوش أسوي نهدمها وبعد أن نبنيها مفت قضيها نفسه هو اللي اعترض نفس القضية سواها هاي عادة هالشكل المعارضة هم تعترض هذا الحاكم جايب قرائبة وجايب معارفة وحبايبة بالحكوم وليوزع الفلوس عليهم الشعب كله فقير ومحروم صاروا سبحان الله هاي مو هاي المعارضة كل المعارضات هالشكل يصيرون وين بالحكم المن يجيبون جيبون الكفوئين هماتين هذا جاب ربعة وهذا جاب ياب يقول بمن أثق وذاك من شان يقول بمن أثق أنا أثق بهذا ولد شنو الفرق شنو اللي يتبدل لذلك الامام يقول أكو حق هذا الحق يقول أن اللي عنده الكفاءة يجي والامام سلام الله عليه ما كان ينظر إلى هذا ابن من وهذا شنو شهادة العلمية وهذا شنو مساوي من منجزات هذا عنده قدرة أن يدير أولى ديان في بعض الأحيان عندنا واحد حاصل على وفرضوا دكتورة بس ما عنده قدرة إدارية واحد إنسان عنده بكالوريوس لكنه في الإدارة هو جيد ما كفت مناسبة أجيب الدكتور يا بل أنه أنت دكتور وأترك هذا اللي يقدر أن يدير لا أجيب هذا اللي يدير أمير الموميهم ما عنده شغلوية هذا من يكون جيب عثمان ابن حنيف جيب أمتال ابن عباس هذا اللي يعتمد عليهم علما وإذا يقدر أنه أنه يدير الإمام يقول أنا أريد هذا اللي أحققه لهذه الأمة هذا الحق إذا عمل به والباطل تنوهي عنه عند ذاك تنهض هذه الأمة ترجع إلى مجدها من يغير يقول أنا أحق ومن يغير هذا الأمر أنا أحق واحد بمثل هذا التغيير لأن أنا أحمل الرسالة على واقعها أنا أعرف أن هذا الدين لا يتم إلا بمن تلبس بهذا الدين تماما بمن لا يجعل لكل حركة إلا وجه الله سبحانه وتعالى الآن يهزم لا يهزم ينال ما يريد لا ينال ما يريد هذا مو بالحسبان عنده عمار بن ياسر عندها المقولة رضوان الله تعالى عليه يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو هزمونا أو لو هزمناهم حتى بلغنا بهم سعفات أجر لعلمت أني على الحق أو أن على الحق وهم على الباطل ما عندي شيء ولو هزمونا حتى بلغوا بنا البحر لعلمت أن على حق وأنهم ميهمني أنه أنا أهزم في هذه الحرب أربح في هذه الحرب هذا بأصل العقيدة ما لعلاقة أنا مطمئن من عقيدتي الإمام يقول إذا أكو أحد أحق بمثل هذا التغيير هو أنا لأني أعلم أن سأنهض بهذه الأمة إن رضيت أن تنهض وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أنا من أريد أغير أقدر إن استجابت سبعا يقول إمام ويريد أنه الدنيا هذا الكلام الذي دائما يشكل أنه الحسين ثار من أجلي أن يكون حاكما أن يكون خليفة إذا كان تحقيق هذا طبعا ليس في حسبان الحسين ولا هو صرح من البداية كأني بأوصالي تقطعها وقال خير لي مصرع أنا لاقيه المسألة خلصانة ولكن على الفر ليكن أفرض أن الإمام يريد هذه الدنيا المن يريد هذه الدنيا للدنيا لأن يريد أن يقيم بها الحق وقالها أمير المؤمنين وذكرنا هذا النص البارحة هينما يقول اللهم أنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من الحطام ولكن لنرد المعالم من دينك وتقام المعطلة من حدودك ويأمن المظلومون من عبادك وإذا كان هذا يتحقق بالسلطة خذلك فبيرا لكن إذا ما تحقق ممعنى أن الإمام سلام الله عليه ممكن أن يزل يمينا وشمالا حاشا فمن هنا دعا هذه الأمة أنه يا بترى أنا ساير هذا المسير أنت إذا استمريت على هذا المنوال اطمئن ورح تصلون إلى مرحلة لا تحسدون عليها وبعضه عبد الله بن مطيع لما الإمام يريد يغادر المدينة يمسك بركابه لاحظ تعبير بن مطيع مشخص الحالة بس ما يتحرك يقول يا أبا عبد الله لأن قتلت لنسترقن بعدك نحن الآن محتمين بوجود اسم الحسين الآن نقول ما ممكن أن يتجرأ الحاكم الذي يدعي أنه يقيم الحق أن يتجرأ على قتل شخص مثل الحسين ابن بنت رسول الله إذا تجرأ بعد ما كشيء إلى حرم أمامه لأن قتلت لنسترقن بعدك وهذا الذي حدث أنت رضيت بأن تسترق الإمام دعاك ألا وأني خارج بهذه القلة هل موجودين وياي طلع ويا من أهل بيته والأصحاب اللي كانوا معه وما يقرب سبعين نفر طبعا التحق بهم بعض الأعراب في الطريق لكن لما شافه الفعلا الحديدة موما الحكوم والإمام دائما يصر احترحنا إلى قتل انفضوا وصل إلى كربلا بحجود سبعين واحد اثنين وسبعين واحد هذول الذين الذين تعاقدوا على الموت ولحق بعضهم من الكوف أمثال حبيب والبجل وغيره تكاملوا في كربلا بمثل هذا العدد وذكرنا أنه إذا أضفنا اللي إجوا قد يصلون إلى 140 شهيد في واقعة كربلا هالمقدار دعاهم ماكو فايدة يابا أنا لكم جاي حتى ذول اللي قاتلوا قال يابا أنا جاي دا أقاتل من أجلكم انتو هاي أكونار احنا احتطبناها على عدونا وعدوكم شنو اللي صار صرت تقلب علينا شو تبدل إحنا كنا نريد أن نقيم الحق إيش عجب صرت فادأدات بيد إنسان ما إلا علاقة لا بدين ولا بحق أبدا أبدا ولا تتصورون أنه أنتم من تقاتلون راح تنالون مثل هذا الذي تحلمون به لا حتى العمر ابن سعد قالنا أنت تحلم بأن تنال الري كأني برأسك تتلاقفه مو أدا كلامه الشريف صبيان الكوفة هذا رأسك تدحرج بين أرجو لصبيان الكوفة التعب ما يفيد وياه أصر على أنه ليش قلت قاتل يقول له طاعة المن لله يقول له طاعة للأمير وهذا يبرر أن طاعة الأمير هي طاعة الله عز وجل همين تجي هتجي من الرواية يقولها أبو هريرة أنه الأمير إذا ظلمك وضربك بس اطيزك رغم ذلك انطيز حتى الاعتداء عليك وظلم ليش يقول لأن أنت أول وتاني رح تطيها للزكا فإذا رضيت تتحمل وزر رح تطيها وانت موزور بس إذا رضيت وطيتها لا تحصل أجر في مثل هذا في مثل هذا الأمر هذا الدين الذي يسوق ومن هنا كان أبو عبد الله الناهض بمثل هذا هذا الدين حيث يتجه إلى هذه البقعة المبارك هذه الغريب هذه البقعة فيا كربل أقولي بأي وسيلة توسلت حتى اختارك الصفط مضجعة فالخصوصية غريبة لهذه الأرض المباركة المتوكل لما يجري الماء ويخفي هذا القبر يأتي ذلك المحب يشم هذا التراب إلى أن يبلغ القبر الشريف يجد له فجعطر خاص فينشد أو ينشئ فيقول أراد ليخفو قبره عن محبه وطيب تراب القبر دل على القبر شوية أخو التراب كربلا بلله واشتم هاي التربة أخو التربة من غير مكان هنبللها ريحة مميزة في تراب كربلا يقول طيب تراب القبر دل على القبر هذا البقعة يشير لها أمير المؤمنين سلام الله عليه في ممره من صفين يوصل إلى هذه البقعة المباركة يقول لمن خلفها هنا مناخ ركابهم ومهراق دمائهم فتية من آل محمد يدخلون الجنة بغير حساب ثم الله ثم يقول صبرا ثم يقول صبرا أبا عبد الله لك شئ مع هذه الأرض صبرا أبا عبد الله هذه التربة يوم يولد أبو عبد الله الحسين يأتي جبرائيل إلى رسول الله يقول يقول لا تحبه يقول قال إن أمتك ستقتله تحب أراوك التربة اللي يقتل فيها يقول أخذ قبض من ذلك التراب وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يغرورقت عيناه بالدموع ثم دفعه إلى أم سلم يقول وضعته في قارورة قالها هذا إذا انقلب دم عبيط فاعلمي أن الحسين قد قتل ذلك لما خرج من المدينة كنت أراقب القضية هاي أنه شن اللي يجري على أبي عبد الله الحسين أبو عبد الله مدينة رسول الله الوحي الذي نزل في هذه المدينة والحاج لما يذهب من جملة ما يتأمل سير أبي عبد الله في كل هذه الزوايا المحيطة في المسجد يصل الأمر أنه يدعى أبو عبد الله لأن يبايع يزيد قال تصبح ويصبحون أنا بيعتي في السر لا تغني بالعلن إذا تردون أبايع بالعلن أبايع مو هالشكل نصبح وتصبحون رجع رجع الرسول إلى الوالي مروان ابن الحكم قال ابعث له الساعة فلئن أفلت لن تغفر به أبدا هاي الآن فرصة هذا إذا يقول الباتشير ويجتمعون بني هاشيم بعد مترهم القضية الآن الآن تريد تقتله الآن بايع وإلا تقتل عمر ابن سعيد لاحظ عنده كلمة هذا أموي ولكن عنده كلمة عاقلة يقول له إن رجلا يلاقي الله بدم الحسين لخفيف الميزان تتريني أقتل الحسين من أجل أنه نفذ أمر يزيد صدقت هالقضية هاي لذلك لما يبعث إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ويصر على أن يبايع مروان يقول لها الكلام يلتفت لي يقول من الذي يقتلني أنت أم هو من اللي يجرع على مثل هذه القضية أكو خطية أكو قضية مخطط لها أن أقتل في تلك البقعة المباركة هنا يعلن هذا الندع وهذا الخط يقول لأيها الأمير إن يزيد رجل شارب الخمور راكب الفجور قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله علم أن الحسين غير مبايع وأنه عازم على أن يغادر إلى العراق لذلك يتهيأ للسفر يزور قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله ليودع ذاك القبر قال السلام عليك يا رسول الله أنا فرخك وابن فرختك أنا الحسين ابن فاطمة إن أمتك أزعجوني يا جدني يا جد ضمني إليك يرى إغفاء في إغفاءته يرى رسول الله بني حسين ما بك قال يا جرد راق صدري خذني إليك لا حاجة لي بالرجوع إلى هذه الدنيا قال بني حسين إن لك منزل لن تبلغها إلا بالشهادة مصرعك في كربلا ضمني يا جد ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح حلني يا جد من بلو زماني أستريح رحم الله الدمستان في هذه الأبيات ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح يحلني يا جد من بلو زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى هذا الفسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صف العيش من بعدك بالأكدار شيء وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيء فعلا من داخل القبر بكاء ونحيء ونداء وصراخ يا حبيب يا حسين ستذوق الموت ظلم نظام في كربلا وستبقى في ثراها عافرا من جدلا وكأني بلئي من الأصل شمر قد علي صدرك الطاهر بالسي في حز الودجين لما بلغ الإمام إلى كربلا كلما أراد أن يتحرك توقف هذا الفرس سأل عن المكان قيل إنه نين وقال هل من اسم آخر قيل إنه كربلا قال اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء لو تشوفوني يشيع على التروب طيح جري خدمت والستراب وإن حر دم يسي كم عضيد وكم ولد قبلي قضى إلي ذبي هذا مرمع لترى يا أبو وهذا أحمل جثته آية شيعة واللي هدم ظهري وكسار من القوى وحدتي من ضاح يم النهاي أرحم مال اللوية وصلت يم لقيت هدم وم وترب سوء والدم والشفوف مقطع يتذوب الجبد من شوفته ومصائب الأيام نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الله مغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا ورزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخر شفاعتهم اللهم مع الجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه اللهم اجعل عواقب أمورنا خير إخواني إخوانكم بالحشد معفوا لا تنسوهم من الدعاء في صلواتكم اليوم في محنة حقيقة شيعة أهل البيت في مشارق الأرض ومغاربها نحن في محن نحتاج إلى الدعاء نسأل الله أن يمن عليهم للنصر ويدفع عنهم السوء اللهم انصرهم بنصرك واخذوا العدوهم يا أرحم الرحمين اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا المقيم لهذه المآتم الشريفة قبل اللهم عملهم إلى موت المؤمنين سيما موت الحاضرين نهدي لجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات اللهم صلي على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة